أبدأ من سامي سامي في حي الشيخ ردوان في غزة كيف هو المشهد لديك نعم سام نحن الآن انتقلنا إلى منطقة حي الشيخ ردوان في مدينة غزة ونتواجد الآن في منطقة السوق الشعبي التي قصفت قبل قرابة ساعتين من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية هنا ترصد عدسة RT عربي حصريا ما يجري في هذه المنطقة التي أيضا هي في دائرة الهجمات الجوية الإسرائيلية إذ في هذه اللحظات نستمع للطلعات من قبل سلاح الجو الإسرائيلي ومن وقت إلى آخر نستمع بشكل عنيف وقريب جدا للقصف من قبل المقاتلات الحربية وكذلك السلاح المدفعية الذي يواصل استذاف هذه المناطق وهي المناطق الشمالية من مدينة غزة كمنطقة حي الشيخ ردوان والأمن العام وأبراج الكرامة ومنطقة لتوام ثم بعد ذلك نحن نتجه إلى المحافظات الشمالية وتحديدا منطقة بيت لاهيا وهي المنطقة الشمالية الغربية من قطاع غزة كما نتابع هذه الساحة هي ساحة سوق مركزي شعبي في منطقة حي الشيخ ردوان وهذا الحي الذي يقتنه ما لا يقل عن 120 إلى 130 ألف فلسطيني هذا ضمار واسع الآن نحن نرصد ونستمع ونرى من هناك دخان بعض الغارات الجوية الإسرائيلية التي تجري في محيط هذه المنطقة وكنا قد تبعنا الآن اشتعالي النيران وهذا يدلل على طبيعة استمرار الغارات والقصف الإسرائيلي وما جرى هنا في الساعتين الأخيرتين وأكد مرة أخرى كما قلنا في كل مداخلة عصام نحن أمام ساحة حرب بإسرائيل تستهدف البنية التحتية المناطق السكنية المنشاة الخدمية الأسواق الشعبية المساجد كل شيء هنا يقصف ويدمر هذا كما ترى يبدو عليه الحال في منطقة حي الشيخ ردوان ونستمع الآن لمزيد من القصف الإسرائيلي مع الإشارة بأن هذه المنطقة إلى جانب أحياء الشعبية ما تزال تخضع منذ الصباح لنشاط عمليات عسكري جوي إسرائيلي مكتف بمشاركة سلاح المدفعية وكذلك المقاتلات الحربية الإسرائيلية نحن أمام عملية تدمير واسعة النطاق إسرائيل مزيد من القصف المكتف والمركز أيضا أصام وهو يتركز كما قلنا في الأحياء الشمالية من مدينة غزة وكما قلت قبل قليل نحن الآن في منطقة حي الشيخ ردوان القصف لا يتوقف في هذه اللحظات نستمع لقصف مدفعي والآن للطلعات من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية قصف قوي وعنيف الآن يستمر نعم إذن كما شرنا أصام نحن الآن في منطقة حي الشيخ ردوان هذه المنطقة هي منطقة شعبية سوق شعبي مباني سكنية منطقة حيوية جدا سويت بالأرض الناس من هنا غادروا منذ أيام أصام لا أحد يتواجد في هذه المنطقة الناس غادروا ولم يبقى أحد هنا سوى هذه المناطق التي سويت بالأرض ودمرت بفعل القصف الأسرائيلي المتواصل واضح وفق ما نتابعه من المعطيات الميدانية أصام بأن هذه المنطقة وما نراه على امتداد العين ستكون ساحة عمليات عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في ساعات المقبلة هذا ما نفهمه ميدانيا من خلال التكتيف الجو الذي نستمع عليه الآن من خلال قصف المقاتلات الحربية والسلاحة المدفعية وما نشاهده في هذه المنطقة إذ واضح بأن إسرائيل قامت منذ على مدار الأسبوع بعمليات اتصالات وحرب نفسية على المدنيين يطالبونهم بعملية إخلاء هذه المناطق هناك كثير نزحوه لكن أيضا أؤكد بأن هناك العدد القليل من الناس بقوا هنا من بقي هنا لا يعرفون أين يذهبوا هم الآن يقولون أينما نذهب لا يوجد مترا واحدا يمكن أن يصنف كمنطقة آمنة والآن نستمع لصوت عنيف وقد تستمع معي يا سام نعم نحن أمام تكتيف في القصف الإسرائيلي وهذا يشير إلى طبيعة ما يجري لكن أؤكد بأن إسرائيل لماذا تتجه في ساعتين الماضياتين إلى عملية نحن سامي لو قصف إسرائيلي مكتف الآن نستمع عليه قد يكون قريبا من هذه المنطقة لكن أؤكد مرة أخرى لو باتت المنطقة خطرة بالنسبة إليك سامي سنحاول يمكن أن ننهي المداخلة الآن ولتخرج من المكان علي تحال مرة أخرى قبل أن أغادر أشير إلا أن إسرائيل تجهد في ساعة الأخيرة إلى تدمير هذا المكان كسوق شعبي حتى يرهبون من تبقى من الناس على أن يغادروا والآن أنا معك على الهواء أستمع لصوت عنيف وقوي من قبل المقاتلات الإسرائيلية التي تستهدف هذه المنطقة وكنا قد أشرنا بأن هذه المنطقة الآن القسف لا يتوقف هذا ما هو مؤكد لكن قد يكون على أطراف الآن حي منطقة الشيخ ردوان كمنطقة لتوام وأبراجي الكرامة ومنطقة الأمن العام التي كنا فيها في المداخلة السابقة أستطيع أن أؤكد بأن هذه المنطقة ستكون أمام نشاط عمليات عسكري جوي إسرائيلي واسع النطاق قد يكون في قادم الساعات قد يماهد ذلك إما لنشاط عمليات استباق إسرائيل متوقع كعمليات ربما ربما الاشتياح البري إذ قلنا أن هذه المنطقة تماهد الدهاب إلى المحافظات الشمالية إلى بيت لهيا ومن هنا باتجاه المنطقة الغربية الساحلية إلى ساحل بحر قطة غزة على أي حال نحن الآن في اليوم الواحد والعشرين يمكن القول وأننا نحن الآن حصريا في المناطق التي تخضع لنشاط عمليات عسكري إسرائيلي بأن إسرائيل ماضية إلى توسيع عمليات العسكرية الجوية وهي تكتب باتجاه سداف المناطق التي هي ربما تتجه إلى المنطقة الأكثر اقتضادا أي إلى منطقة وسط مدينة غزة وإن كانت دمرت بشكل كابل كمنطقة تلي الهوى وأيضا حي الرمال ومنطقة النصر وحي الدرج وحي الزيتون على أي حال كل المناطق كل الأحياء التي تتبع لمدينة غزة المركزية تتعرض لهجمات جوية إسرائيلية وأينما نذهب أينما نتحرك يمكن القول بأننا لا منطقة آمنة كل شيء يتم استهدافه الآن نستمع لبعض صيارات الإسعاف تتحرك في هذه المنطقة سنحاول أن نفع من كانت الغارة التي استمعنا إليها قبل قليل هي في إطار القصف القريب هنا هذه منطقة أشباح لا يمكن أن نتحدث عن وجود لا مدنيين ولا حركة سيارات ولا نستمع إلا لصوت إما المقاتلات الحربية الإسرائيلية أو لصوت الغارات التي لا تتوقف من الجو ومن سلاح المدفعية هنا لا نرى إلا دخان الحرب هناك كما تتابع سيارتين من سيارات الإسعاف جاءت إلى هذه المنطقة قد تعتقد أن تكون هناك إصابات ومن تبقى في المنازل لكن منذ ثلاث ساعات نحن في هذه المنطقة نتجول حصرياً لم نرى لا مواطنين ولا سيارات ولا شيء هذه مدينة أخلية تماماً من المواطنين الآن قصف عنيف نعم سامي أود أن أشير فقط إلى نقطة مدينة غزة التي أنت تحدثنا من أحد أحيائها أقول سامي أن حيث تطرى الكاميرا هذه المنطقة أو هذا الطريق يؤدينا باتجاه المنطقة الشمالية هي التي تتعرض الآن لهجمات جوية والآن قصف مستمر إذن هذه عائلة قد أتت ربما لتطمئن ما يجري على الرغم أن هذه المنطقة لا نرى فيها أناساً إطلاقاً لكن كما أشرنا نحن أمام اتساع في نطاق الهجمات الجوية الإسرائيلية وكما أشرنا نحن الآن في ساحة حرب هذه أجواء لم نعتدى لا في أي حرب إسرائيل إسرائيل تدمر كل شيء تستهدف وأؤكد مراراً وتكراراً القصف لا يتوقف إذن بين السلاح المدفعية وبنحين الآخر المقاتلات الحربية تقصف وهذه المناطق التي تأخذنا أكثر من وسط مدينة غزة إلى المحافظات الجنوبية الشمالية لم يعرف لماذا تكتف إسرائيل من غراتها في هذه المنطقة لكن قد تعطينا بعض المعطيات بأن قد يكون لذلك ربما تمهيداً للمرحلة الثانية التي يروج لها الجيش الإسرائيلي من خلال ضربات استباقية مباغتة أو عمليات اغتيالات أو عمليات ربما اشتياح بري لكن ما يمكن أن يقال بأن المنشآت المدنية مضمرة تماماً الناس ذهبوا إلى المحافظات الشمالية هذه الجنوبية هذه المنطقة حي الشيخ ردوان يعتبر ثاني أكبر حي شعبي على مستوى مدينة غزة شكراً لك سامي مطرنا النقل الآن الآن قصف قريب جداً شكراً لك زميل سامي برهوم من حي الشيخ ردوان في مدينة غزة شكراً جزيلاً لك شكراً لك